السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض تحلية حلوة قوي سهلة ولذيذة وبسيطة وجميلة جدا تحلية مش بتكون موجودة في محلات الحلواني خالص دي موجودة بس في كل بيت مصري أصيل مقارونة باللبن المقارونة بتكون حلوة جدا وكمان بيكون صاص اللبن اللي هنجهزه مع بعض متغلغل كده جوه قلب المقارونة وحبات المقارونة كده حاجة بجد طعمها خرافي شايفين جمالها تنفع تحلية حلوة كده وسهلة ولذيذة وكمان غير مكلفة وكمان تنفع عشا بسيط كده بتعمليه في خمس دقايق بيكفي كل العيلة شايفين جمالها ومشبعة جدا التحلية بتاعتنا المقارونة باللبن النهاردة هنعملها بخطوات بسيطة سهل عليك الوقفة في المطبخ زي ما قلتلك في خمس دقايق هتكون مجهزاها أما بالنسبة للشكل زي ما احنا شايفين عن الطعم والريحة حاجة في منتهى الجمال لما تجربيها ان شاء الله ولادك هيعشاؤها ويطلبوها منك دايما لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير أهم حاجة كده نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول معايا هنا كمية مقارونة نص كيلو من المقارونة وكمان معايا كيلو من اللبن حتى بيغلي على النار أما هنا دي نشا هاخد منها أربع معالق كبار من النشا ومعايا كباية من السكر السكر هنا مناسب جدا لنص كيلو مقارونة بالنسبة للسكر ممكن تزودي عن كده إذا حبيتي بس بيكون الطعم مزبوط جدا بكباية سكر وكمان معايا كباية مية هدوب فيها النشا زي ما قلتلكم معايا كيلو من اللبن أو الحليب حتى يغلي على النار بالشكل ده وكمان معايا حلة تانية فيها مية بحطها عشان تغلي علشان أسلق فيها المقارونة في مية المقارونة أنا هحط بس ربع معلقة صغيرة كده من الملح مش هحط زيت خالص معايا هو ملح بس علشان أنا مش عايزة الزيت يفصل لصوص المقارونة أو صوص اللبن اللي أنا هجهزه معاكو دلوقتي عن المقارونة بعد ما المية غلية اللي حطيت فيها الملح للمقارونة هبدأ كده أنزل بالمقارونة بقى واستنى عليها لما تستوي خليها تستوي اللي هو 3-4 سوى يعني بالضبط ما بين 4 دقايق لخمس دقايق على النار تمام طبعاً الوقت الطبيعي للمقارونة بيكون 8 دقايق دلوقتي اللبن كمان بتاعي قرب يغلي هبدأ كده أدوب أربع معالق كبار من النشاوية كوباية مية كأنك بتعملي مهلبية عادية خالص تمام كأننا بنعمل مهلبية عادية خالص كده في البيت بالطريقة العادية بتاعت أمهاتنا الجميلة دي الطريقة الحلوة اللي كان كلها بركة وخير تمام يدوب كده النشاوية كوباية اللبن بالمعلقة كده لحد ما تأكد أن النشا داب تماماً اللي أربع معالق من النشا يكونوا مزبوطين جداً قبل ما بحط النشا بحط السكر علشان يدوب تماماً ويا اللبن أو الحليب تمام خلاص كده السكر داب بدأ اللبن يقوم يفور معايا كده هبدأ أنزل على طول بخليط النشا اللي أنا دوبت ويا الميا ده علشان اللبن ما يفورش معايا وأول ما بنزل بخليط النشا ده لازماً إيدي تكون بتقلب بالشكل ده تمام علشان ما يكتلش مني ويكلكع شايفين هنا قوام صوص اللبن اللي احنا جهزناه أو المهلبية بمعنى أصح تمام بتكون سايلة حاجة بسيطة كده مش تقيلة قوي خلاص وكمان معايا المقارونة لسه بتستوي أهم خطوة بقى أني بجيب الصنية أو البايريكس أي نوع صواني انت هتدحلي الفرن بتدهني ده هنا من السمنة في الأرضية بتاعته كده والجوانب الحواف من كل جهة كده وتحطي السمنة بالشكل ده وكمان أنا أحط كمان معلقتين سمنة في المهلبية يدوها طعم حلوي يخلوها غنية ويعزز الطعم كده والنكهة بتاعتها تمام أبدأ كده بقى أطلع المقارونة من المية السخنة اللي هي بتتسلق فيها على طول بطلها مصفة بالشكل ده وحطها في الصنية تمام أنا هنا هعمل مقارونة باللبن بدون أي مكسرات حابة أن أنت تضيفي فيها مكسرات برح تكون ممكن تضيفي سبيب وتضيفي عين جمل فسدق بندق سوداني أي مكسرات بتحبيها أنا حابها تكون سادة تمام هبدأ بقى أنزل بالمهلبية اللي أنا جهستها وأقلبها كده ويا اللبن بالشكل ده ويا المقارونة تمام لحد كده ما صوص اللبن ده أو صوص المهلبية ده يتغلغل كده جوه حبات المقارونة وما بينها وما بين بعضها زي ما شفناها في أول الفيديو هتلاقي كده صوص اللبن كده متغلغل كده جوه حبات المقارونة ومديها طروة وطعم حلو قوي نزل كده كل الكمية حاول بقى وزد على الوش كويس علشان الوش بتاعي يحمر زي وش المقارونة بلبن كده أو زي الوش بتاعي العزيزية زي وش الرز بلبن يحمر كده ويكون طريو حالوي شايفين أنا وزعته ازاي حاولي ما تخليش حبات المقارونة تكون الحروف بتاعتها وقفة الفوق علشان ما تنشفش وع الوش كده كمان هوزع معلقة صغيرة كده من السمنة عشان زي ما قلتلكو الوش بتاعي يحمر يكون مديني وش نفس وش العزيزية كده أو وش الرز بلبن لما بنحمره في الفرن تمام؟ تبدأ كده معلقة السمنة بتدوب كده على طول على الوش بتديني لمع حلو قوي بدخل كده الصينية بتاعتي بتكون جاهزة إن هي تدخد الفرن على درجة حرارة 200 بحطها في الرف المباشر على طول للنار أو الرف من تحت في الفرن وبشغل الشوايع الهادي طبعا كل المكونات بتاعتي سخنة المقارونة كنت شايلها ملحلة سخنة وكمان المهلبية عاملها سخنة فبدخلها الفرن على طول أول ما بتدخل الفرن محمي مسبقا بتبدأ تغلي معايا بالشكل ده ويبدأ الوش يلون تخلي بالك منها عشان هي مش هتاخد معاك أكتر من عشر دقايق أو ربع ساعة في الفرن في درجة اللون بتاع وش المكارونة بلبن ده زي ما تحبي تحبي اللون فاتح وخفيف أو غامل ويكون أحمر ومقرمش كده زي ما تحبي خلص شايفين المهلبية بتغلش زي ويا المكارونة طعم هنا بقى بيمتزج وتاخد من طعم بعضه كده والسكر كده يدخل جوه حبات المكارونة كده واللون تحفة جدا زي ما احنا شايفين ببدأ أطلعها من الفرن واستنى عليها بالضبط 3-4 دقايق 5 دقايق كده لو قادرة تستني أصلا إنما هي من جمالها هتلاقي نفسك كده بتبدأ ان انت يا دوب تكلي شايفين جمالها شايفين صوص المهلبية بتاعنا شايفين عامل ازاي كده ويا المكارونة طحفة جميلة يا جماعة جربوها رهيبة رهيبة جربوها إن شاء الله تعجبك قوي وصدقوني مش هتستغنى عنها أول كده ما تفقري في أي حاجة حلوة أو عشا يكون أي لذيذ كده ومغزي لولادك هتقومي بجد تعملي المكارونة بلبن دي شايفين جمالها وخصوصا كمان في الشتاء بتكون حاجة تانية خالص بالليل كده ما تعمليها وتكليها سخنة مغزية ولذيذة وحلوة قوي وكمان سهلة وبسيطة ومكونات في كل بيت ودايما كلنا بنحب المكارونة ما بنقدرش نستغنى عنها بنعملها حلوة وحادق في أي وقت كده شايفين الجمال شايفين صوص اللبن جوا حبات المكارونة إزاي طرية كده وشها نفس العزيزية أو نفس وش الرز بلبن اللي بنحمره في الفرن وبنشتريه جاهز حاجة كده في منتهى الجماعة الخرافة بجد وبالله أنا أشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر